أختم أخبارنا مع حضراتكم النهاردة بميار شريف الحقيقة ميار لعبة طبعا التانس المصرية اللي فرحتنا كتير خسرت للأسف ماتشاها أمام الأستونية كايا كانيبي المصنفة الأولى في البطولة وبالمناسبة اللي بتحمل الرقم 105 على مستوى التصنيف العالمي وده كان في نهاية بطولة لاس بالمص اللي بتصطدفها أسبانيا ميار خسرت المباراة بنتيجة 2-0 خسرت المجموعة الأولى 6-3 والمجموعة الثانية 6-2 ورغم الحقيقة الخسارة بتاعت ميار في البطولة دي إلى أنها تقدمت يا سارة أربع مراكز في تصنيف العالمي ووصولها للنهاية بالتأكيد بعد تحقيق أكتر من فوس فأكتر من المباراة ساهم في ده دلوقتي ميار بقت بتحتل المركز 128 بدل مركز 132 وده تقدم يعتبر من مكاسب البطولة نجحت في أكتر من مباراة الحقيقة عشان توصل طبعا لنهاية بطولة لاس بالمص للتانس وهي بطولة محترمة آمش ميجران سلامش من أكبر أربع بطولات لكن بطولة إيها وزنها بعدما تغلبت على الألمانية جولي نيمير بمجموعتين لمجموعة وده كان في مطش نص النهاية أنت عارف رائعك مايور شريف وعارف قدقينا سعيدة أنه احنا ببدأ يبقى عندنا أبطال في التانس يعني احنا السكواش مكتسحين ومسيطارين بس التانس الحقيقة مايور شريف بتحطنا على تراك جديد أنه يبقى فيه اسم مصري بالشكل ده في التانس يعني فرحتي بيها وهي في رولانجا روس في الميندرو في القرع الأساسية ما تتوصفش احنا مبسوطين بمولد نجمة زي مايور شريف أي لعبة عايزة قاعدة عشان تطلعي عناصر تقداري تكتشفي منها مواهب وتقداري تحضاري منها بطولات وطبعا لعبة التانس يمكن يعني السكواش في مصر زي ما انتي قلت لأنه بنيته التحتية والملاعب بتاعته موجودة وعندك تاريخ طويل فيه فبيشجع الولاد من هما صغيرين بس ها مش عارفة انت تتفق مايور ده ولا ده ولا لا اليقى البدنية في السكواش محتاجين اليقى بدنية جبيرة جدا ولكن في التانس عدد الساعات اللي ممكن انت ممكن ماتش التانس يقعد على يومين وثلاثة كمان بتحتاج اليقى بدنية اكتر بكتير انا بشوف ده فيه خبراء كتير بيتطفقوا فيه وفيه بيختلف بس انا بحس ان التانس بيحتاج اليقى بدنية اكتر بكتير من السكواش وده اللي مخلي السكواش شوية اسهل فيه كم ملعب تانس في مصر وفيه كم صالة سكواش في مصر طبعا فيه كم بطل عالمي سكواش وكم بطل عالمي تانس في مصر كتير أبطال وعشان كده ما يرش يريف بتعمل إنجاز كبير الحقيقة يعني تحترم عليه ولازم نبقى كلنا في ظهرها والمهم إنها فتح الطريق يعني أنا بشوف أكتر من إنجازها أو يعني قدرتها على تحقيق إنجازاتي أنا بشوف إنه حاجة بتبقى مهمة جدا أنا تفتح طريق كمان للولاد والبنات اللي جايين من بعدها كل التوفيق إليها إن شاء الله بإذن الله وتدخل جوة المية الأوائل على مستوى العالم قريب فاصل ونرجع على حضراتكم مرة ثانية في السادسة